ما الذي يجري في عدن وما قصة السجون السرية فيها فخلال سبوع واحد نثى نائب وزير الداخلية علي لخشع وجود سجون سرية في المدينة ليؤكد بعدها وزير الداخلية أحمد الميسري وجودها داعيا الإمارات إلى إغلاقها لكن الوزير وبعد يوم من لقائه مسؤورا إماراتيا رفيع سرعان ما أعلن عن انتهاء أزمة هذه السجون فلم يعد هناك سجون خارج سلطات النيابة والقضاء وزارة الداخلية بعد اليوم يقول وزير الداخلية الذي أعلن أن جميع السجون المركزية في المحافظات المحررة أضحت تحت السلطة المباشرة للنائب العام وفي إطار مصلحة السجون التابعة للداخلية وفق البيان الذي نشره موقع الداخلية فإن الوزارة تدعو للإبلاغ عن وجود أي سجن خارج القانون مواقدة أنها ستعلن عن أي سجن سري وستتخذ الإجراءات القانونية ضد الجهات المسؤولة عنها ما الذي جرى إذن لتعلن حكومة الشرعية إغلاق واحد من أهم الملفات الشايكة بين اليمن والإمارات لا ينفي الميسر ذلك الأمر فهو يؤكد في بيانه الأخير أن زيارته لأبو ظبي في نهاية شهر مايو الماضي أتت لتسويب العلاقة مع الإمارات خصوصا فيما يتعلق في بناء أجهزة أمن موحدة في المناطق المحررة كان الميسري قد التقى الإثنين الماضي في عدن وزير الدولة الإماراتية ريم الهاشمي بعد عودة أزمة السجون السرية التابعة للإمارات إلى الواجهة وبدى واضحا من صيغة بيان الداخلية أن الحكومة تريد فتح علاقات جديدة مشروطة بعدم التفريط بالسيادة والقرار الوطني لليمن لكن السؤال عن مصير السجون السرية في عدن والمختطفين فيها ما يزال بلا إجابة